اليوم العالم بهيج ويموج إذا واحد قتل أطفال قتل طفل ويموج إذا واحد اغتصب طفلي عمرها 6 سنين 7 8 9 إلى آخره يعني الدنيا كلها غريب أن هاي الأحداث في مصر مش شايفين العالم عن بهيج لأن في ميكالين ميكالين بيكيل بيهم الناس مش مهم لو واحد مسيحي مات إيه المشكلة لأنه هو يعني كافر وهيروح النار طيب إزاي أنت عندك القابلية أنك أنت تاخد تسلب إنسان حياته يعني كل إنسان عنده حق في الحياة بغض النظر عن معتقده وعن إيمانه وعن أي شيء أنت ليك حق في الحياة الحق ده الوحيد اللي يدهو لك هو الله والوحيد اللي ياخده منك هو الله برضو إزاي أنت بتدي نفسك الحق أنك أنت تكون واقف مكان ربنا وتسحى بالحق ده من إنسان بيكون معاك في نفس الوطن يعني زميلك في الأرض أو في الوطن أو في الشغل أو إزاي أنا بيبقى عندي الإمكانية أن أنا أخد هذا الحق من الآخر وبعدين أنا دلوقتي بفكر في هذا الإنسان الإرهابي هل ده عنده سلام؟ هل ده عنده سلام؟ الإنسان الذي يعني ينضح بسم الضمير بيتخدر هو ما عنده سلام بس إذا الضمير مخدر يعني أو بالحرمية الضمير ما بتفرقش معاه قاتل ما قاتلش ما بتفرقش با يعني زي واحد مثلا بيقتل حتى في الحرب مثلا بعد فترة القتل بيكون شيء طبيعي وشيء عادي بالنسبة لأنه الضمير مات ترجمة نانسي قنقر